قدمت نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا الأمريكية ستفاني خوري إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا منذ توليها المسئولية وتطرقت الإحاطة إلى أسباب الصراع السياسي وتأثيراته على المسارين الاقتصادي والعسكري في البلاد مركزة على تأثير الجمود السياسي على الاقتصاد الليبي في ظل معاناة الشعب من نقص السيولة النقدية نتيجة الصراع بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب الجلسة هدفت إلى الإحاطة بإعادة الزخم الدولي للأوضاع في ليبيا مع تراجع اهتمام المجتمع الدولي مؤخرا بالوضع في البلاد بسبب التركيز على قضايا أخرى وأوضح المصدر أن البعثة الأممية تعجز حاليا عن طرح أفكار جديدة لحل الأزمة بسبب شغور منصب المبعوث الأممي بعد استقالة عبدالله باتيلي من بنغازي ينضم إلينا الدكتور علي الشريف أستاذ الاقتصادي في جامعة بنغازي مرحبا بك شكرا لوجودك معنا إلى أي مدى بالفعل اليوم البعثة عاجزة عن طرح أفكار جديدة؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين شكرا للقناة كما الاستضافة أهل السلام طبعا الحقيقة البحثات الأممية للآن لا أدري ما هو رقم هذه المبعوثة الآن هل هو ستة أو سبعة هي التاسعة ولكن يبدو أن القضية سوف تذهب في إطار إدارة الأزمة وليس حل الأزمة الواضح من خلال الأفكار المبدئية لهذه المبعوثة أنا لست متخصص في العلم السياسية ولكن هذه أشياء بديهية في علم السياسة طبعا بكل تأكيد هذا الارقسام السياسي الحادث الحقيقة من سنة 2014 إلى وقتنا الحالي كانت له تداعيات سيئة وتداعيات خطيرة على الاقتصاد الليبي بشكل عام وهو الاقتصاد الحقيقة الريعي الذي يحتمد على مصدر وحيد وهذا المصدر تعرض العديد من المرات إلى الهزات وإيقاف النفط من ناهية وإخفاض سعار النفط من ناهية أخرى مما أثر الحقيقة على إرادات البنك المركزي البنك المركزي الآن الذي تمثل السلطة النقدية العليا والذي الآن يعيش في وضع حش للغاية يعني غياب مجلس إدارة غياب إدارة سلطة سياسة نقدية كل حقيقة هذه الأثار طبعا بالإضافة إلى وهذا نتيجة للجمود السياسي التي كما قالته ستيفاني خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن نعم بكل تأكيد الحقيقة للإنقسام السياسي هو من سبب التداعيات السيئة على الاقتصاد الليبي لأن لا تحل مشكلة الاقتصاد إلا بحل سياسي إذا لم تتوحد الحقيقة الحكومات السياسية أو الحقيقة للأسامة السياسية في الدولة الليبية فسوف لن يكون هناك اقتصاد واحد اقتصاد يحاول أن ينظم عمل الدولة الآن الحقيقة في شرق البلاد وفي جنوبها توجد دولة تعمل بشكل معين وفي غرب البلاد الحقيقة لا يوجد أي نوع من الحقيقة المشاريع الحيوية والمهمة لتفيد الاقتصاد وهذا الحقيقة بسبب الانقسام نتمنى أن يكون مشروع واحد بعد أن تتوحد الحقيقة السلطة السياسية اللي الآن الحقيقة الوضع فيها معقد جدا وكل يوم يزداد تعقيدا كل هذا الحقيقة جعل أهم سلطتين لأن السلطة النقدية والمزارة المالية والسلطة التنفيذية بشكل كامل في حالة انقسام انقسام كبير جدا هذا الانقسام بكل تأكيد سوف لن يضمن معدلات الأداء الجيدة للاقتصاد ويحاول أن يحافظ على الموارد وأن الحقيقة يحل مشاكل الاقتصادية الحرجة الآن المتمثلة في عملية نقص السيولة وانخفاض الدخل الحقيقي للأفراد داخل الدولة الليبية والحقيقة زيادة عدد الفقراء خلال السنوات الماضية بشكل كبير جدا طبعا كل هذا بسبب الحقيقة الوضع السياسي المجتمع الدولي الحقيقة كما أشرته في بداية النشر الآن أصبحت ليبيا ليست من الأولويات ليبيا تأخرت حقيقة في الاندماج ومحاولة الاستفادة من الضخم الموجود في المجتمع الدولي في البدايات الآن الحقيقة ليبيا أصبحت ليست من الأولويات وأخشى أن هذه العملية تستمر وهذا سوف يؤثر بكل تأكيد بشكل كبير جدا على الاقتصاد من حيث استنزاف حتى رصيدنا من العملة الصعبة الذي يذهب كل ما زاد حتى سعار النفط وتحسن الوضع كل ما ذهب النزيف بسبب الفساد الكبير وتضخم وتورم الموازنة العامة في هذه الحكومات المتعددة طيب ما الذي بحوزة ستيفني خوري اليوم عمله مع المسألة السياسية هناك من ينظر إلى إمكانية تشكيل حكومة جديدة وهناك من يتحدث عن الذهاب إلى اجتماع وطني جامع كالذي حصل في جينيف ما هو الطريق الأسلم لخوري للذهاب قدما وهي رئيسة بالإنابة اليوم للبعثة الأممية في ليبيا نعم الحقيقة هي إذا كان استخدمت نفس المدخلات السابقة يعني على سبيل المثال اجتماع جينيف اجتماع جينيف الحقيقة أخرج لنا حقيقة مخرجات سيئة تمثلت الحقيقة في رئاسة حكومة الوحدة الوطنية الحقيقة التي حاصرت على نفسها والحقيقة حدثت توسعت في انفاقها البذخي المتجه للجانب الاستهلاكي وبالتالي يجب الحقيقة أن تركز بالدرجة الأولى على وجود حكومة جديدة الحقيقة حكومة التقنقراط يبعد كل من هو في المشهد الآن من وزارات أو من مسؤولين أو عن هذه الحكومة التي يجب أن تكون تتميز بأن يتم اختيار رئيسها بشكل متقن بحيث أن الشخص لا يكون له متخصص في الحقيقة لديه خبرة في الاقتصاد وفي السياسة معا وبالتالي يقوم بتشكيل حكومته بنفسه ربما هذا الموضوع سوف يقودنا إلى حل الأزمات السريعة وليس للخطط الطويلة الأجل لأن هذا ليس من اختصاص هذه الحكومة الحكومة سوف تكون قصيرة يعني يفترض أنها مدة لا تزيد عن ثمانة أشهر وإنما تركز على الإشراف والانتخابات الحقيقة الآن الحقيقة في محاولة اتحاد بين مجلس الدولة ومجلس النواب بشكل كبير جدا وحاولوا أنهم يصلوا الحقيقة إلى مخرجات لجنة ستة زايد ستة يعني توصلت إلى نوع من التقارب نوعا ما إلا دائما هناك الحقيقة طرف معارض في الطرف الآخر بسبب الحقيقة حسابات سياسية وتصفية حسابات لن توصل الدولة إلى حل نهاي وبالتالي يجب على الحقيقة المجتمع الدولي والسيدة استيفاني أن تذهب إلى مجلس النواب الآن مباشرة وتحاول استغلال الفرصة في عملية التوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب والإصراع في تشكيل حكومة جديدة أما أنك تذهب إلى انتخابات مباشرة في ظل الحكومتين الحقيقة متباعدتين وليبيا كما تعلم مساحة تقارب دولة كبيرة جدا وبالتالي من المحتمل أن تحدث كثير من المشاكل في الدولة الليبية يجب أن تكون هناك حكومة يكون عليها توافق كامل مش كامل بمعنى توتالي يعني 100% ولكن على الأقل 70-80% وهو ما يحدث الآن فهذا ربما سوف يقودنا إلى حل الاختناقات السريعة والذهاب إلى انتخابات رئاسية وانتخابات نيابية من بنغازي الدكتور علي الشريف أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات ترجمة نانسي خون فوق اشتركوا في القناة